موسيقى على بعد 200 كم من سواحل مدينة بورسعيد وتحت أعماق وصلت إلى 4100 متر يقع حقل ظهر العملاق الذي حمل الخير الكثير لمصر والمصريين وسهم بقوة في اكتفاء مصر الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حرصت على زيارة محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمنطقة الجميل بورسعيد لتشاهد ما تحقق من إنجازات متتالية تابعها العالم وأشاد بها شرفنا السيد الرئيس بافتتاحه في يناير 2018 الحقيقة فضلت المراحل تدخل على الانتاج واحدة ورد تانية وبدأنا نكمل كل تنفيذ سواء في محطة المعالجة البرية أو في حفر مزيد من الأبار لغاية لما وصلنا النهاردة لمرحلة انتاج 2.7 مليار أدم وكعب في اليوم وهي دي الخطة المستهدفة عند الاتفاق مع الشريك الأجنبي شركة إني الحمد لله أن احنا كمان زودنا قدرات بحيث أن احنا نستطيع عند اللزوم وعند الاحتياج نصل بقدرة هذا الحق لأنه هو يتجاوز انتاجه 3 مليار أدم وكعب في اليوم عندنا قدرة كمان أكتر من 10% انتاجية كشف ظهر يعد ملحمة وطنية قدمها قضاع البترول المصرية كما يعد فتحا كبيرا في الصناعة البترولية النهاردة اللي احنا شفناه وشفناه مشاريع برضو خارج مصر احنا لا نقل شيء عن أي مشروع خارج مصر النهاردة المشروع ده غطى مصر من الغاز الطبيعي كم الاتفاقيات التي تمت في رائع اجنة الطاقة والبيئة في الأربع سنوات السابقة احنا يمكن السنة دي بس في عندنا 17 اتفاقية تموا بالفعل 9 الأسبوع اللي فات وكان عندي 8 من قيمة 3 أسابيع دي انجازات لا تتم الا بناس عاوزة تشتغل انا النهاردة شفت صرح عملاق انا سعيدة جدا جدا بوجودي النهاردة في حقل ظهر حقل ظهر يفتح فوق كبير المصر وان احنا مصر فعلا دلوقتي تتفوق على كثير من الدول كشفوا ظهر العملاق منظومة عمل متكاملة أبهرت العالم فاستحقت الإشادة احمد ابو عالم التلفزيون المصرية